موسيقى الذي يقود التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان مصر تحتاج كل الشعب المصري يقف مع صورته مع صورة 25 ناير وصورة 30 يونيو عشان كده الجمعية رغم أنها أبدأ تحقوزات سابقة على مشروع الدستور لكن توصلت في قرار بالإجماع إلى تأييد هذا الدستور وإلى دعوة الشعب للاحتشاد أمام لجانب السفتاء لكي ننطلق على فريطة المستقبل اسمحوا لي أقرأ البيان الجمعية الوطنية للتغيير سنصوت بنعم للدستور وندعو إلى أوسع مشاركة شعبية في الاستفتاء تعلن الجمعية الوطنية للتغيير أنها ستصوت بنعم لمشروع الدستور الجديد وتنسق لإطلاق حملة مع كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية لحاشد أوسع مشاركة شعبية للسفتاء على الدستور في منتصف يناير المقبل تحت شعار مستقبلنا بأيدينا وقد انتهت الأمان العام للجمعية إلى هذا القرار بعد قراءة متأنية للمشروع الذي أعدته لجنة الخنسين والذي جاء في سياغته النهائية يحمل ملامح دستور عصري يضع اللبنة الأولى في بناء مصر الصورة ويهيئ الأجواء الملائمة لإنجاز خريطة المستقبل التي توفقت عليها القوى الوطنية في 3 يولو الماضي عقب صورة 30 يونيو التي أطاحت للأبد بدستور حكم عصابة الإخوان التي انحرف بأهداف صورة 25 ناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرمة الإنسانية وتؤكد الجمعية أن مشروع الدستور يضع حجر الأساس لنقلة حقيقية نحو مستقبل أفضل بإقرار أسس نظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ويحقق التوازن المنشود بين سلطات الدولة ويحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس وينظم آليات محاسبته ومحاسبة وزرائه وإحالتهم للمحاكمة أو طرح الثقة بهم إذا اقتضى الأمر كما تضمن مشروع الدستور نصوصا قاطعة في التأكيد على الكزام ما أقرته المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائل الدينية دون تميذ وترى الجمعية الوطنية للتغيير أن مشروع الدستور يعبر عمليا عن توازن نقوة في الخريطة السياسية الرهينة وما تعكسه من واقع مليء بالتنقضات سواء من ناحية عدم اكتمال بنية الأحزاب القائمة وتأخر اندماج القوى الثورية في الحياة السياسية واستمرار نكوز العصبيات القبلية والقوى التقليدية ما ترتب عليه بالضرورة تمرير بعض بنود فرعية في مشروع الدستور لا تعكس بالدرجة الكافية كل تطلعات قوى الثورة وتعرب الجمعية عن ثقتها أن هذه البنود سوف تخضع حتما للتعديل مستقبلا مع تلسخ الممارسة الديمقراطية وتطور أداء الكيانات الحزبية القائمة واستكمال مؤسسات الدور وفي ضوء ما سبب ترى الجمعية الوطنية للتغيير أن أي ترهانات على مقاطعة الاستفتاء أو تعطيل إقرار الدستور هي خيارات محفوفة بالمخاطر مع إطالة أمد المرحلة الانتقالية وما يترتب عليه من افتقاد الاستقرار وتدهور أوضاع الاقتصاد وتزايد معاناة المواطن العادي وزعزع التماسك كيان الدولة عمتا ما يصب في النهاية في خدمة القوى المعادية للثورة ومن يقف وراءها ويفسح المجال أمام خلق ظروف لا يمكن أن تهيئ مستقبلا مناخا ملائما لإنتاج دستور أفضل بإياتحال ومن ثم فإن الجمعية الوطنية للتغيير تقول نعم للدستور وتدعو جمهير الشعب للاحتشاد في لجان الاستفتاء لحماية ثورتين 25 يناير و30 يونيو وخريطة المستقبل هذا البيان نحن نوزع البيان على حضراتكم في نهاية المقتمر والآن مع كلمات قصيرة لقيادات الجمعية الوطنية للتغيير نبدأ بالمهندس أحمد بها شعبان المناسق العام للجمعية الوطنية للتغيير نبدأ بالتقديم تحية واجبة لكتيبة الإعلاميين الشباب والإعلام الحديث في مصر وأحيي دوره في مسندة التطلعات الشعبية والقوى الوطنية والديمقراطية من أجل تحقيق أهداف صورتي 25 يناير و30 يونيو الآن نحن ندخل كمصريين اختبار شديد الأهمية وهو عبور حاجز الدستور الجديد الدستور هو العقد الاجتماعي أو الوسيقى التعاقدية التي تحدد السلطات وطبائع العلاقة بين أطرافها والعلاقة بين المواطنين والدولة وحقوقهم وواجباتهم وبمقدار ما يكون الدستور وصيقة منفتحة وديمقراطية وتعددية بمقدار ما تندفع الشعوب إلى الأمام على عكس ما كان الحال في دستور 2012 الذي كان دستور الجماعة والعشيرة المعادي للتقدم والحرية والذي كان يؤسس لدولة دينية ظلامية نحمد الله إلى أن الشعب المصري والجيش المصري وفق في وضع حد له أنا الحقيقة زي ما قال الأستاذ أحمد طه الناء لنا ملاحظات على الدستور وهذا شيء طبيعي فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن توجد وصيقة دستورية يوافق عليها الشعب مئة بالمئة لأن هناك طبقات اجتماعية وفئات اجتماعية متصرعة ومختلفة ومتبينة المواقف والمصالح ومن الطبيعي أن تجد هذه القوة ملاحظات على الوثيقة الدستورية لكن نحن نتحدث عن وثيقة كتبت بروح ديمقراطية شفنا المناشات بتاعتها التي اتسعت للتداول مع أغلب فئات المجتمع واستمعت الهيئة المفوضة بوضع هذا الدستور لكل الأراء والاتجاهات السياسية والفكرية والثقافية ثم صاغت هذه الوثيقة التي تمثل القواسم المشتركة بمعنى أن دائما ستكون هناك نقاط خلاف لكن الأهم هو المحصلة العامة والاتجاه العام لصياغة هذه الوثيقة وما تحوي من مكاسب الجماهير الشعبية أنا بعتقد وبإخلاص أن هذه الوثيقة برغم كل الملاحظات عليها تضم وبالذات في مجال الحريات والحقوق الخاصة والعامة قفزة هائلة في مجال نمانة الحقوق الشرعية للشعب المصري حق التعبير وحق الرأي وحق التظاهر السلمي وتؤسس لدولة مدنية حديثة تحترم المرأة وتمنع الإتجار بالأطفال وتضع حد للعنصرية والتطرف والأنانية الدينية وتؤسس لمجتمع تشاركي يجد فيه كل طرف من الأطراف في المجتمع المصري نفسه أنا مش أخش في التفاصيل لأنه التفاصيل كثيرة جدا لكن أقدر أقول بشكل عام أنه هذا الدستور يعني يبني أو يضع اللبنة أساسية في بناء المجتمع المصري الجديد الذي نأمل جميعا أن ننشئه بعده وهو إنجاز كبير جدا على مصار خارطة المستقبل هناك كما نعلم في الفترة الماضية اتجهات جماعة الإخوان الإرهابية وأصارها من الجماعات الإرهابية والأهل والعشيرة أعلنوا أنهم سيقاطعون الانتخابات وسيسعون إلى إبطال مشاركة الجماهير الشعبية وهدم هذا البناء الشامخ ومنع المواطنين من الإدلاق بأصواتهم في الاستفتاء ونحن في الجماعية الوطنية للتغيير نعتبر أن هذه جريمة كبرى في حق الشعب يجب أن تقابل بالردع والحسم الواجبين ونناشد الشعب المصري أن لا يقبل بأي حال من الأحوال أن تمنعه هذه الجماعات الإرهابية من تحقيق هذا الهدف الكبير وإنجاز هذه المهمة الضرورية إن شاء الله ندعو جماهير وأبناء شعبنا أن ينزلوا بقوة يوم 14 و15 يناير القادمين حتى اللي ليه ملاحظات على هذا الدستور أو حتى اللي عايز يقول لا يعني ليست هذه هي القضية القضية الأساسية أن حق إبداء الرأي واجب وهو حق اللي يجب أن نتنازل عنه لمجرد تخوفنا من عصابات الإرهاب وأنا واثق تماما بحسب تجربتنا الطويلة أن جماعة الإخوان المسلمين حينما تجد أمامها جحافل الشعب المصري ترتد خائبة على عقبية يعني باسم الجماعية الوطنية للتغيير نتوجه إلى أبناء الشعب المصري وإلى الجماهير الغفيرة التي انتصرت لإرادة الصورة وإرادة التغيير يوم 25 يناير وخرجت تنتصر للحرية والديمقراطية والتقدم ومدنية الدولة يوم 30 يونيو نناديهم مرة أخرى أن يثبتوا وجود الشعب المصري وأن الذين تصوروا أن الإرهاب وأن القتل والترويع قد فت من عزيمة المصريين وأصار القلق والإحباط والخوف في نفسهم واهم وأن الشعب المصري أكبر بكثير من كل هذه المناورات والمؤامرات وأن مسيرة مصر الصورة مصر 25 يناير و30 يونيو مستمرة حتى الانتصار إن شاء الله وشكرا جزيلا الكلمة للأستاذ الدكتور جمال زهران المنسق العامل المساعدة الجمعية ورقانية التغيير بسم الله الرحمن الرحيم واستكمالاً لحديث كل من الزميلين العزيزين موانز أحمد بقش عبان المنسق العامل الجمعية والأستاذ أحمد النقر المتحدث الرسبي للجمعية أرى أنه إحنا نحن يذهبون إلى صناديق الانتخابات وصناديق الاستفتاء لكي يقول الشعب رأيه في دستور صورتي 25 يناير و30 يونيو ولا يذهب إلى الصناديق لكي يستفتاء على تعديلات دستور سقطة بحكم صورة 30 يونيو هذه واحدة من النقاط المهمة التي يجب أن نلفت النظر لها أن الدستور أو الوثيقة الموجودة الآن بين أيدي جميع أو جموع الشعب المصري هي وثيقة جديدة تم تصويت عليها مادة مادة في لجنة الخمسين وبالتالي من حيث المطمونة ومن حيث الشكل فهي ليست تعديلات على دستور أسقطت شرعيته للأبد من التاريخ المصري الشيء الثاني نحن نترجى بالشكر للجنة الخمسين على جهدها في إعداد هذه الوثيقة ونحن لا نقدر نغفل هذه الحقيقة ونحن في كل وقت قلنا رأينا وفي كل مرحلة أثناء عمل لجنة الخمسين قلنا رأينا حتى الاستفتاء نفسه قلنا طالبنا وسجلنا رأينا رسميا وقبلغنا لجنة الخمسين ولجنة العشرة وللرياسة أن احنا قلنا أنه نحن نطلب أن يكون الاستفتاء يوم واحد وليس يومين اتقاءا للحديث عن أي شبهة ونحن واسقون أن الجماهير التي خرجت في 30 يونيو ومن قبل خرجت في 25 يناير وفي مليونيات عديدة لحماية الثورة على مدار الفترة الماضية وخرجت في 3 سبعة لتأييد خريطة المستقبل وخرجت في 26 سبعة لتفويل المشير الفريق هفتاح السيسي لتخليص الشعب من الإرهاب هذه الجماهير نحن نصق أنها ستخرج في يوم واحد لكي تقول نعم للوثيقة الجديدة للانتقال بجدوى الأعمال خريطة المستقبل احنا في الحقيقة لازلنا في معركة مع الإرهاب ولازلنا البيئة غير موتية للانتقال لجدوى الأعمال ولازالت الحكومة أيديها مرتعشة وغير قادرة على اتخاذ قرار بتنفيذ المادة 86 من قرون العقوبات بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية طالما أن الحكومة مترددة فالمناخ سوف يظل ملبدا بالغيوم لأن الحكومة غير واضحة في رؤيتها نحن نؤكد على ضرورة الصاق فكرة الإرهاب بهذه الجماعة لأن ده المقدمة الحقيقية لتطهير جميع مؤسسات الدولة من الإخوان اللي بيحصل في الجامعات الآن ده نتيجة وجود رؤساء جامعات من الإخوان وعمداء كليات موجودين من جماعة الإخوان وبينمارسوا الإرهاب والفوضى في داخل الجامعات وأياد القيادات الجامعية مرتعشة في مواجهة الطلاب الذين يتجوزون ليس بمجرد مظاهرات لا بيمارسون البلطجة والعنف والتخريب والتدمير في داخل الجامعات والهدف منها إعاقة مسيرة الصورة فالحكومة لا إذا لم تكن تدرك ذلك فعليها الرحيل فتطهير المناخ وجميع الأجهزة من هؤلاء الإرهابيين ضرورة ملحة لحماية الصورة لا يمكن أبداً الانتقال بعد الاستفتاء إلى مسألة انتخابات إلا بعد هذا التطهير لم تطهر الأجهزة من رجال مبارك ولم تطهر الأجهزة من رجال الإخوان وبالتالي الثورة هتواجه عصرات شديدة وده احنا بنشوف رجال مبارك بيستحضروا في الإعلام وعجهزة الإعلام عامداً متعمداً وبرعاية من بعض أجهزة الدولة للأسف وبين بعض الشخصيات الموجودة في الصندق احنا طبعاً يعني الشعب أسقط كل هؤلاء وأسقط كل رموز مبارك والنظام مبارك بثورة 25 يناير وأسقط الإخوان ورموزهم وحكموهم ورئيسهم في 30 يونير وإحنا على هذا الضرب سائرون الجمعية الوطنية التغيير هي ضمير الثورة الحقيقية قبل وأثناء والآن وحتى الآن وبعد وكل قيادات الجمعية غير طامحة على الإطلاق في أي شيء والرأي العام لازم يكون عارف ده إحنا موجودين في هذا المربع المربع الثورة لحماية هذه الثورة حتى تحقق أهدف نحن بإسم الجمعية كما قال أخي وصديقي المهندس أحمد شعبان نحن نطالب جماهير الشعب المصري التي خرجت في 25 يناير والتي خرجت في 30 يونير والتي خرجت بعد ذلك نطالبها بالاحتشاد أمام صناديق الانتخابات في أول يوم في أول يوم للتصويت والتصويت بنعم نحن نقول بوضوح لأنه نعم معناها نعم ليس للوثيقة الدستورية في حزب ولكن نعم لخارطة المستقبل نعم لثورة 30 يونير نعم لإسقاط جماعة الإخوان الارهابية نعم لإسقاط نظام مبارك الفاسد والمستبد نعم لإسقاط كل الرموز التي تطفو على السطح بدون ممناسبة وبدون مناسبة منذ ذلك نقول نعم وبالفم المليان إن شاء الله ونحن موثقون أن هذه الوثيقة سوف تحظى بالأغلبية العظمى من الشعب المصري وبتأييد نعم أكثر من 80% بإذن الله والحضور سيتجاوز 70% بإذن الله وقلنا في الجمعية أننا نطالب أن يكون الدعوة للاستفتاء حضور 50% زائد واحد على الأقل و65% يجب أن يؤيده حتى تحظى هذه الوثيقة بدعم وباستمرارية وبحماية شعبية شكراً لكم